ما هي إيجابيات هذه السياسة الأمريكية؟ فكت أن الولايات المتحدة عادة ما تسلح الحلفاء حتى يحاربوا أعدائها لمحاربة الأعداء ما هي إيجابيات هذه الاستراتيجية برأيك؟ أولاً، شكراً على دعوتك أظن أن النقطة الأكثر أهمية هو أنه علينا أن نتفهم الموقف العام للسياسة الخارجية الأمريكية فهناك عدداً من الإسقاطات والتوقعات أولاً لدينا سياسات وساسة وأمورنا اقتصادية بشأن العسكرية ومن ثم عندما نركز على العسكرية لا يمكننا أن نجتزئها من سياق عام وكذلك دعم سياساتها الخارجية وتحقيقاً لهذه الغاية عليها أنها تساعد حلفائها ومن ثم الولايات أن العسكرية الأمريكية هي ليست الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية أو عن سياساتها الخارجية ولكنها من رحم العلاقات الخارجية في هذه المنطقة بالإضافة إلى العتاد العسكري كجزء من حزمة كاملة وبصفتها كوى عزمة فإن هناك العديد من الممارسات أو الاتفاقات في مناح مختلفة ومسؤوليات عدة ومن ثم عندما تجتمع كل هذه الأمور في بوطقة واحدة فإن الولايات المتهدة تدعم حلفائها وقد يكون هناك زخمة كبيرة في هذا الدعم سيد إلكساندر لو تكرمت أحتاج إلى المقاطعة فقد دعني أوضح سؤالي الآن الولايات المتحدة لا تقود حروبا ولكنها تدعم من يقود الحروب بالتأكيد هذه استراتيجية هذا نهج طيب ما هي إيجابيات هذه الاستراتيجية بالتأكيد فإنه في معظم الأوقات فإننا يمكن أن تخوض حرب النيابة عن طرف آخر في حالة الأزمات وإلى حد كبير فإنك ترغب في أن تخوض بنفسك هذه المعارك وفي بعض الأحيان عندما نجد أن هناك حركة أساسية وحركة أساسية عليك أن تتصرف مثل ما فعلنا في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا